أكد جلالة الملك عبد الله الثاني أهمية تنصيق المواقف حيال مختلف القضايا الإقليمية وضرورة بذل الجهود لترسيخ ومأسسة العمل العربي المشترك واستعرض جلالته خلال لقائه وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني في قصر الحسينية استعرض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وقضايا الأمة العربية كما وشدد جلالة الملك على أن نعقاد القمة العربية في الأردن نهاية الشهر الجاري يشكل فرصة لتعزيز وحدة الصف العربي وبلورة رؤى المشتركة لتجاوز الأزمات والتحديات التي تمر بها المنطقة حاليا وعلى صعيد متصل بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع نظيره القطري بحثا سبل تطوير العلاقات الأخوية بين البلدين كما استعرض الجانبان آخر مستجدات القضية الفلسطينية والأزمة السورية والحرب على الإرهاب إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية الأخرى